طيب دكتور انت ما قلت ليش انطباعك انت كفلسطيني على ما حدث في الهزيمة اولا هل كان لك انتماءات واضحة في هذه الفترة يعني هل كنت متأثر بالمد الناصري لا ما كانش فيه انتماءات فصائلية ولا حزبية لكن كان عبد الناصر هو الرمز عبد الناصر بالنسبة لنا كان رمز بالمناسبة انا كنت ساكن في اعداد الطب في منطقة بالقرب من المسجد اللي دفن فيه جمال عبد الناصر وكنت ارى ومرة وجدته في رمضان على واقف على اشارة مرور وانا بيني وبينه حوالي متر يعني فرفعت يدي صافحه فالرجل كان مبتسما وشاهدته عن قرب هذه المرحلة الوحيدة التي رأيت فيها بعدها لما دفن في المسجد كنت اسكن في هذه المنطقة والحقيقة شاهدت العدد الكبير الذي لا يوصف الذين كانوا يشاركوا في موضوع الجنازة بعد ذلك استمر عملنا في الكلية والجامعة وانتقلت الى منطقة مصر الجديدة ولما خلصنا في الواحد وسبعين ايضا امضيت سنة الامتياز 72 بعد 72 عن طريق الصليب الاحمر انا ومجموعة من الطلاب الذين تخرجوا عدنا من كل الجامعات المصرية الى نعمل في غزة بداية في شهر عشرة في غزة طيب هل كان لك توجهات سياسية في هذه الفترة شخصية او اسرية لم تكن هناك توجهات كلنا كنا معجب بجمال عبد الناصر وحتى بعد الهزيمة التي اصيبت بها مصر كنا يعني نقدر لمصر هذا الدور لكن لم نكن في الحقيقة يعني نتخيل ان تكون هذه الهزيمة بهذه الصورة ولا الكارثة بهذا الحجم لانه كانت الصورة عندنا انه مجرد ما يتحرك الجيش المصري حيكون سينهي على الاحتلال الاسرائيلي وبتعرف انت ايامها كان المذيع احمد سعيد كان في الحقيقة يعني يشحن الشارع الفلسطيني والشارع العربي بقضايا الاسف الشديد لما هزمنا في 67 كانت بالنسبة لنا يعني كارثة حقيقية لم تكن فيها هناك احزاب ولا توجهات موجودة طيب دكتور بعد 67 وخفت القبضة الناصرية كثيرا داخل المجتمع المصري واثرت كذلك ايضا على العالم العربي فيما يتعلق بالقبضة التي كانت مفروضة على الطيارات الاخرى بما فيها الطيار الاسلامي وبدأت ما تسمى بالصحوة الاسلامية في مصر وايضا في العالم العربي كيف رصدت نمو الصحوة الاسلامية والتي كانت متمركزة بشكل اساسي في مصر في الجامعات في الحقيقة لم تكن عندنا في جامعة عن شمس هذه الظاهرة ولذلك احنا في كليات الطب الكل يعرف ان جامعة امشي من الكليات التي توصف بانها صعبة لانها بتركز تركيز شديد على موضوع الدراسة والمستويات لم يكن هناك في فترتنا ظاهرة الحركة الاسلامية ولا كان في طلاب محسوبين على الحركة الاسلامية وكلية الطب لا تسمح لأحد انه يرفع رأسه الا عن الكتاب للأكل واذا اراد ان ينجح الكلية من الكليات المحترمة المحترمة وخرجين في الحقيقة بيبذلوا جهد كبير في ذلك الوقت طيب دكتور يعني هل كان لكم اي مشاهدات على نمو الحركة الاسلامية والصحوة الاسلامية بعد ذلك حتى في حقبة السبعينيات في اثناء دراسة الماجستير ايضا ايضا لم يكن هناك في جامعة الشمس هذه الطيارات كاذا كانت هناك شخصيات لم تكن شخصيات بارزة ولم يكن هناك تنظيم في الحقيقة ولم تكن هناك دعوة كانت الناس المتدينة ومتدين بطبيعته في صلاته في بيته في المسجد لكن لم اصادف انا في تلك الفترة اي تنظيمات ولم انتمي الى تنظيمات ولم يكن في هذه الفترة في تنظيمات في الجامعة اصلا لانه 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 كما قلت لك كان هناك يعني تركيز كبير على الدراسة ولم تكن هناك ظاهرة الحركة الاسلامية في جامعة انشام حركة رشطة يعني انا لا استطيع ان اقول انه كان في هناك رموز يمكن انه قال انه هذه رموز اسلامية لا على مستوى الطلاب ولا على مستوى المدرسين اشتركوا في القناة